اقبار من الحدث الحكومة اليمنية تحمل الحوثيين مسؤولية الهجوم على مطار عدن وسط إدنات عربية ودولية للعمل الإرهابي القيادة المركزية الوسطى تعلن على الثالث مهمة لقاطفات بي 52 وتؤكد أنها رسالة لكل من يهدد أمريكا ومصالحها جوتيريش يدعو مجلس الأمن لتشكيل لجنة مراقبين دوليين من مدنيين وعسكريين متقاعدين لدعم الهدنة في ليبيا اهلا بكم زار رئيس الحكومة معين عبد الملك جرح الهجوم الإرهابية على مطار عدن في عدد من مستشفيات العاصمة المؤقتة مواجها بتقديم الرعاية لجميع الجرح على نفقة الدولة حتى تمثلهم للشفاء نتابع موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استهدفوا المطار بأربعة صواريخ باليستية كما أشار البيان إلى أن تقنيات الاستهداف تتشابه مع ذات التقنيات التي استخدمها الحوثيون في جرائم سابقة هذا وقالت الوزارة على أن الميليشيات الحوثية استهدفت مقر الحكومة في قصر المعاشيق عبر الطائرات المسيرة اضاف إلى أن الميليشيات الحوثية هي المستفيدة الأكبر من مثل هذه العملية لكن التاريخ الإرهابي للحركة الحوثية هي الجماعة الوحيدة التي قيلت الفترة الماضية استمرت ضرب المنشآت المدنية سواء في مارب في تعز في أبضالع في أكثر من منطقة التاريخ الإرهابي للحركة هو ما جعل الجميع وجه أصابع الاتهام لهذه الحركات الآن معظم الدلائل المتوفرة لدينا نتيجة التحقيقات الأولية أيضا تؤكد ما ذهبت الاتهامات إليه من اتجاه الحركة الحوثية وهناك معلومات قد لا يحق لي الآن أن أكشف عنها تشير بوبوح وتؤكد هذه الفرضية أن ميليشيات الحوثية هي من تقف وراء هذا الهجوم أصيبت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في اليمن يارى خواجة جراء انفجار مطار عدن حيث تصادف وجودها أثناء استعدادها لمغادرة البلاد وقال الصليب الأحمر في اليمن إن اثنين من أعضائها قتلا في التفجير بمطار عدن فيما لا يزال مصير آخر مجهولا وتصادف وجود فريق من الصليب الأحمر في المطار مع مدنيين آخرين أثناء عبورهم توالت الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار مدينة عدن اليمنية تزامنا مع وصول الطائرة التي تحمل أعضاء الحكومة الجديدة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث أدان بشدة الهجوم وأكد على أن هذا العمل العنيف وغير المقبول يذكر بأهمية عودة اليمن بشكل عاجل لطريق السلام وأدانت السفر الأمريكية في اليمن بشدة الهجوم مشيرة إلى أن واشنطن تدعم الحكومة اليمنية الجديدة وتقف مع الشعب اليمني في سعيه من أجل السلام الخارجية الروسية قالت بأن موسكو تدين بشدة الهجوم على مطار عدن وتدعو إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة بدورها أدانت وزارة الخارجية الفرنسية لاعتداء على مطار عدن مؤكدة دعمها للحكومة اليمنية الجديدة الاتحاد الأوروبي وصف في بيان له استهداف المطار بالعنف غير المقبول والذي يأتي في لحظة حاسمة من تطبيق اتفاق الرياض نحو حل سياسي شامل أما المملكة العربية السعودية فأدانت بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي في عدن وصفة نياه بالجبان وضفت السعودية أن العمل الغادر الذي تقف خلفه من أسمتهم بقوى الشر ليس مواجهة ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب بل للشعب اليمني بكامل أعطيافه ومكوناته السياسية استهداف الإرهاب الجبان يشدد من عزم اليمنيون وعزم الحكومة اليمنية وعزم التحالف الكاتم الأربية السعودية على دعم الشرعية وعلى دعم الشعب اليمني ليستعيد دولته ويستعيد مؤسساته ويقدم حكومة بلاده الخدمات لشعبها لتحقيق الأمن والاستقار والسلام للشعب اليمني ستوحد اليمنيين وتعيد لحمتهم وتوحد صفهم بشكل أقوى من السابق هناك مصفوفة من الأعمال يتم العمل على وضع جداول لها وآليات تنفيذ وكذلك طريقة تنفيذ سواء من ناحة التزامن أو من ناحة التكامل نستمرين في دعم الحكومة اليمنية سواء قبل قيام الإشارة الحوثية لإحتلال عاصمة صنعة أو بعد احتلالها أو في الوقت الراهن أو حتى في المستقبل أفادت مصادر خاصة للحدث بأن البنتاجون قرر توفر غطاء جوية على مدار اليوم في سماء العراق ومنطقة الخليج للحماية من أي محاولة اعتداء من ميليشيات إيران يمكن أن تهدد سلامة المصالح الأمريكية وأشارت المصادر إلى أن القيادة الوسطى الأمريكية أجرت خلال الساعة الماضية عملية تقييم ومراجعة للمخاطر في مديق هرموز وباب المندب عقب الهجوم الحوثي على مطار عدن وبينت المصادر للحدث بين القوات الأمريكية في العراق أعلنت رفع جاهزياتها للرد على أي هجوم وأنها ستقدم المزيد من الأليات والعتاد والأسلحة المتطورة لقوات النخبة العراقية ترجمة نانسي قنقر نانشر ناشطون مقاطع فيديو لعراقيين غاضبين أحرقوا صور قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب قائد قوات الحجد الشعبي أبو مهدي المهندس علاقتها ميليشيات في شوارع مدينة الموصل خلال الأيام القليلة الماضية ما اعتبره الأهل استفزازا لهم وأفاد مصدر نامني في خيادة شرطة نينوة بأن ميليشيات الحجد الشعبي شنت حملة مداهمة وتفتيش في عموم مناطق الموصل بحثا عن مجهولين أحرقوا الصور وأسفرت هذه المداهمات بحسب المصدر عن اعتقال الثلاثة أشخاص في منطقة الإصلاح الزراعي أظهرت مقاطع فيديو قيام عدد من الشبان في قطاع غزة بالتعبير عن رفضهم لما قامت به حركة حماس ومزقوا صورة قاسم سليماني والتي كانت حركة حماس قد رفعتها لقائد ميليشيا فيلق القدس أحدها في ساحة عامة بشارع الرشيد بغزة الله ينصرك يا شيخ قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا سافني وليامز إن العد العكسي للانتخابات بدأ في الواحد والعشرين من ديسمبر مع خطة زمنية واضحة بحسب خارطة الطريق التي اعتمدت في تونس قاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم لتنفيذ انتخابات عامة جرى التوافق على معيدها وسبول الخروج من الانسداد الحالي بعد الفشل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تصدر أجندة الجلسة الافتراضية للحوار السياسي الليبي حكومة صعبة تشكيلها في الوضع الحالي الاستحقاق الوحيد الذي يجب أن يحافظ عليه الليبيين وهو الانتخابات في ديسمبر القادم وفيما تسعى بعثة الأمم المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق للانتخابات يخشى الليبيون أن تخفك اللجنة القانونية في تقديم مقترحات مكبولة بشأن القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات مثلما فشل أعضاء لجنة الحوار السياسي في تشكيل حكومة وحدة لجنتا شؤون العسكرية والاقتصادية حققتا بعض التقدم من اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط إلى توحيد الميزانية وسعر صرف الدنار بيد أن التحركات العسكرية التركية خلال الأيام الماضية عكست في رأي ناشطين من غرب ليبيا إصرار حكومة أردوغان على عرقلة تنفيذ بقية بنود التهدئة الهشة ومن أبرزها خروج القوات الأجنبية والمرتزقة تحركات تركية تعطى الحوار وتحاول إجهادها لأنهم يريدون استمرار المنظومة التي تم توقيع معها على اتفاقات لأنهم ليش في صالحهم استقرار السياسي في ليبيا تدخل العسكري التركي بهذا الشكل يعرقل الجهود الأممية لإنهاء الانقسام المؤسس والمناطق في ليبيا وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تنتقل إليها السلطة من حكومتين متنفستين تركيا استدعت ممثلين عن ميليشيات الوفاق لاجتماع في اسطنبول وأرسلت المزيد من شحنات الأسلحة والذخيرة خلال الأيام الماضية إلى ليبيا وأشار التقارير لنقل أنظمة صواريخ ومراكبة جوية ومعدات حربية متطورة لقاعدة الوطية حيث يجري تجهيز وتحصين غرفة عمليات رئيسية ويسود قلق من تصعيد عسكري تركي غير مسبوك خلال العام الجديد لزيادة رقعة الانتشار العسكري والنفوذ التركي في ليبيا خليل وجدود الحدث تونس إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة تحمل الحوثيين مسؤولية الهجوم على مطار عدن وسط إدنات عربية ودولية للعمل الإرهابي القيادة المركزية الوسطى تعلن عن سالة مهمة لقاذفات بي 52 وتؤكد أنها رسالة لكل من يهدد أمريكا ومصالحها جوتيريش يدعو مجلس الأمن لتشكيل لجنة مراقبين دوليين من مدنيين وعسكريين متقاعدين لدعم الهدنة في ليبيا أهلا بكم زار رئيس الحكومة معين عبد الملك جرح الهجوم الإرهابي على مطار عدن في عدد من مستشفيات العاصمة المؤقتة موجها بتقديم الرعاية لجميع الجرحة على نفقة الدولة حتى تمثلهم للشفاء نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وحملت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها الميليشيات الحوثية مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 25 شخصا وإصابت أكثر من 100 في مطار عدن الدولي الخارجية اليمنية قالت بأن الدلائل تشير إلى أن الميليشيات الحوثية هي الجهة التي استهدفت حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولها إلى مطار عدن الدولي وأن الحوثيون استهدفوا المطار بأربعة صواريخ باليستية كما أشار البيان إلى أن تقنيات الاستهداف تتشابه مع ذات التقنيات التي استخدمها الحوثيون في جرائم سابقة هذا وقالت الوزارة أن الميليشيات الحوثية استهدفت مقر الحكومة في قصر المعاشيق عبر الطائرات المسيرة أضاف إلى أن الميليشيات الحوثية هي المستفيدة الأكبر من مثل هذه العملية لكن التاريخ الإرهابي للحركة الحوثية هي الجماعة الوحيدة التي قيلت الفترة الماضية استمرأت ضرب المنشآت المدنية سواء في مارب في تعز في أبضالع في أكثر من منطقة التاريخ الإرهابي للحركة هو ما جعل الجميع وجع أصابع الاتهام لهذه الحركات الآن معظم الدلائل المتوفرة لدينا نتيجة التحقيقات الأولية أيضا تؤكد ما ذهبت الاتهامات إليه من اتجاه الحركة الحوثية وهناك معلومات قد لا يحق لي الآن أن أكشف عنها تشير بوبوح وتؤكد هذه الفرضية أن ميليشيات الحوثية هي من تقف وراء هذا الهجوم أصيبت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في اليمن يارى خواجة جراء انفجار مطار عدن حيث تصادف وجودها أثناء استعدادها لمغادرة البلاد وقال الصليب الأحمر في اليمن أن أثنين من أعضائها قتلا في التفجير بمطار عدن فيما لا يزال مصير آخر مجهولا وتصادف وجود فريق من الصليب الأحمر في المطار مع مدنيين آخرين أثناء عبورهم توالت الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار مدينة عدن اليمنية تزامنا مع وصول الطائرة التي تحمل أعضاء الحكومة الجديدة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جرفس أدان بشدة الهجوم وأكد أعلن هذا العمل العنيف وغير المقبول يذكر بأهمية عودة اليمن بشكل عاجل لطريق السلام وأدانت استفارة الأمريكية في اليمن بشدة الهجوم مشيرة إلى أن واشنطن تدعم الحكومة اليمنية الجديدة وتقف مع الشعب اليمني في سعيه من أجل السلام الخارجية الروسية قالت بأن موسكو تدين بشدة الهجوم على مطار عدن وتدعو إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة بدورها أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الاعتداء على مطار عدن مؤكدة دعمها للحكومة اليمنية الجديدة الاتحاد الأوروبي وصف في بيان له استهداف المطار بالعنف غير المقبول والذي يأتي في لحظة حاسمة من تطبيق اتفاق الرياض نحو حل سياسي شامل أما المملكة العربية السعودية فأدانت بأشد وأقصى العبرات العمل الإرهابي في عدن وصيفة إياه بالجبان وضفت السعودية أن العمل الغادر الذي تقف خلفه من أسمتهم بقوى الشر ليس مواجها ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب بل للشعب اليمني بكامل أطيافه ومكوناته السياسية استهداف الإرهاب الجبان يشدد من عزم اليمنيون وعزم الحكومة اليمنية وعزم التحالف تلات الملكة العربية السعودية على دعم الشرعية وعلى دعم الشعب اليمني ليستعيد دولته ويستعيد مؤسساته ويقدم حكومة بلادها الخدمات لشعبها لتحقيق الأمن والاستقار والسلام للشعب اليمني ستوحد اليمنيين وتعيد لحمتهم وتوحد صفهم بشكل أقوى من السابق هناك مصفوفة من الأعمال يتم العمل على وضع جداول لها وآليات تنفيذ وكذلك طريقة تنفيذ سواء من ناحة التزامن أو من ناحة التكامل مستمرين في دعم الحكومة اليمنية سواء قبل قيام الإشارة الحوثية لإحتال العاصرة صنعة أو بعد احتلالها أو في الوقت الراهن أو حتى في المستقبل أفادت مصادر خاصة للحدث بأن البنتاجون قرر توفير غطاء جوية على مدار اليوم في سماء العراق ومنطقة الخليج للحماية من أي محاولة اعتداء من ميليشيات إيران يمكن أن تهدد سلامة المصالح الأمريكية وأشارت المصادر لأن القيادة الوسطى الأمريكية أجرت خلال الساعة الماضية عملية تقييم ومراجعة للمخاطر في مديق هورموز وباب المندب عقب الهجوم الحوثي على مطار عدن وبيانت المصادر للحدث بين القوات الأمريكية في العراق أعلنت رفع جاهزيتها للرد على أي هجوم وأنها ستقدم المزيد من الآليات والعتاد والأسلحة المتطورة لقوات النخبة العراقية اشتركوا في القناة نشر ناشطون مقاطع فيديو لعراقيين غاضبين أحرقوا صور قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب قائد قوات الحجد الشعبي أبو مهدي المهندس علاقتها ميليشيات في شوارع مدينة الموصل خلال الأيام القليلة الماضية ما اعتبره لها لاستفزازا لهم وفاد مصدر نامني في قيادة شرطة نينوى بأن ميليشيات الحجد الشعبي شنت حملة مداهمة وتفتيش في عموم مناطق الموصل بحثا عن مجهولين أحرقوا الصور وأسفرت هذه المداهمات بحسب المصدر عن اعتقال الثلاثة أشخاص في منطقة الإصلاح الزراعي أظهرت مقاطع فيديو قيام عدد من الشبان في قطاع غزة بالتعبير عن رفضهم لما قامت به حركة حماس إذ مزقوا صورة قاسم سليماني والتي كانت حركة حماس قد رفعتها لقائد فيلق ميليشي فيلق القدس أحدها في ساحة عامة بشارع الرشيد في غزة وفق الرئيس التونسي قيس سعيد على خطة الإنقاذ التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل في انتظار انطلاق الحوار في الأسابيع المقبلة برعاية رئاسة الجمهورية وكان اتحاد الشغل طرح الخطة باعتبارها أرضية واقعية ومناسبة للخروج من الأزمات وتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو الفوضى قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستفاني وليامز إن العدى العكسي للانتخابات بدأ في الواحد والعشرين من ديسمبر مع خطة زمنية واضحة بحسب خارطة الطريق التي اعتمدت في تونس هو الإطار القانوني اللازم لتنفيذ انتخابات عامة جرى التوافق على موعدها وسبول الخروج من الانسداد الحالي بعد الفشل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تصدر أجندة الجلسة الافتراضية للحوار السياسي الليبي حكومة صعب تشكيلها في الوضع الحالي الاستحقاق الوحيد الذي يجب أن يحافظ عليه الليبيين وهو الانتقابات في ديسمبر القادم وفيما تسعى بحثة الأمم المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق للانتخابات يخشى الليبيون أن تخفك اللجنة القانونية في تقديم مقترحات مكبولة بشأن القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات مثل ما فشل أعضاء لجنة الحوار السياسي في تشكيل حكومة وحدة لجنتا شؤون العسكرية والاقتصادية حققتا بعض التقدم من اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط إلى توحيد الميزانية وسعر صرف الدنار بيد أن التحركات العسكرية التركية خلال الأيام الماضية عكست في رأي ناشطين من غرب ليبيا إصرار حكومة أردوغان على عرقلة تنفيذ بقية بنود التهدئة الهشة ومن أبرزها خروج القوات الأجنبية والمرتزقة تحركات تركية تعطى الحوار وتحاول إجهادها لأنهم يريدون استمرار المنظومة التي تم توقيع معها على اتفاقات لأنهم ليش في صالحهم استقرار السياسي في ليبيا تدخل العسكري التركي بهذا الشكل يعرقل الجهود الأممية لإنهاء الانقسام المؤسسي والمناطق في ليبيا وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تنتقل إليها السلطة من حكومتين متنفستين تركيا استدعت ممثلين عن ميليشيات الوفاق لاجتماع في اسطنبول وأرسلت المزيد من شحنات الأسلحة والذخيرة خلال الأيام الماضية إلى ليبيا وأشار التقارير لنقل أنظمة صواريخ ومراكبة جوية ومعدات حربية متطورة لقاعدة الوطية حيث يجري تجهيز وتحصين غرفة عمليات رئيسية ويسود قلق من تصعيد عسكري تركي غير مسبوك خلال العام الجديد لزيادة رقعة الانتشار العسكري والنفوذ التركي في ليبيا خليل والدجدود الحدث تونس وأترككم مع إعادة للمقابلة التي أجرتها الحدث مع وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي إلى اللقاء ينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي مساء الخير أستاذ فيصل وكل الأمنيات بالشفاء للجرحة والرحمة لكل ضحايا الهجوم الإرهابي مباشرة من ملامح هذا الهجوم بالتأكيد هناك مجموعة من المؤشرات التي أعلن عنها بيان للوزارة ومنه استطاعت أن تفصل كيف استدلت على أن الحوثيين مسؤولين عن هذا الهجوم لو وضعتنا في صورة هذه المؤشرات مساء الخير لك والمشاهدين الكرام وأشكر لك مشاعرك النبيلة تجاه حقيقة شهداءنا الأبرار الذين نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة ونرجو الشفاء للعاجل للجرحة هذا اليوم حقيقة يوم مكئب بالنسبة اليمنين هو من الأيام السوداء التي صنعتها الميليشيا الانقلابية حسب المؤشرات الأولية حتى هذه اللحظة بعد يوم الانقلاب 21 سبتمبر 2014 حقيقة يوم 30 ديسمبر سيظل محفونا في وجدان اليمنين وسيكون له تأثير وسيكون له ما بعده حقيقة المؤشرات الأولية التي استندت عليها وزارة الخارجية ومن ثم عبرت عنه الحكومة اليمنية استند إلى معلومات استخباراتية بأن ميليشيا الحثي قمت بإطلاق هذه الصواريخ من تحديدا من مدينة من المناطق المسيطرة عليها في مدينة تعز من المطار حسب ما تحدثت هذه المعلومات وبالتالي حصل هذا الانفجار يبدو أن هذه الصواريخ في الأساس كانت موجهة تجاه الحكومة اليمنية على أساس أنها ستكون في صالة الضيفة لكن تأخر نزول ربما الحكومة وتعجيل إطلاق هذا الصاريخ هو الذي جعله يخطي هدفه فيما يتعلق باستهداف الحكومة بكافة تشكيلاتها هم يريدون حقيقة خلط الأوراق وبالتالي ربما جعل البلد بدون دستورية نتحدث عن الحكومة أما رئيس الجمهورية فلا يزال هو المثل للجمهوري اليمنية باعتباره هو المنتخب إذن نحن أمام حقيقة محاولة من قبل ميليشيا الحوثي وفقا لهذه المؤشرات الأولية لكن هل تستبعد أطراف أخرى حتى هذه اللحظة لا يمكن الجزم بهذا الموضوع ولهذا قام فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزير الداخلية ولا شك أن الحكومة اليمنية ستطلب بكل تأكيد تزويدها بخبراء دوليين من المجتمع الدولي أو من الأمم المتحدة باعتبار أن الجريمة مخطط لها بدقة وتستهدف كيان الدولة اليمنية وكيان الحكومة وتستهدف إفراغ المدينة العاصمة الموقعة عادا من تواجد الحكومة خصوصا بعد التفاعل الجماهيري الكبير وحصول كل هذا التفاؤل من قبل الشعب اليمني ميليشيا الحوثي شعرت بأن اتحاد كافة القوى في مواجهتها لا شك أن ذلك سيؤدي بالفعل إلى الحد من سيطرتها وربما القضاء على آمالها فأرادت من خلال ذلك خلط الأوراق لا نستطيع الجزم كما قلنا 100% بأن الأمر موجه للحوثي لكن كل الدلائل على الأقل والمؤشرات الأولية تقول بذلك خصوصا وقد ذكرتم في خبركم وفي تقريركم بأن هناك طائرة مسيرة أيضا حاولت استهداف الحكومة وهذه الطائرة في الأساس لا تملكها إلا الميليشيا الحوثية وهي مصنوعة إيرانيا كما تعلم إضافة إلى أن هذه الصواريخ في الأساس ليست من ترسانة الجيش اليمني يبدو أيضا أنها هربت من قبل الميليشيا الحوثي هذه ما تقول المعلومة الأولية حتى الله أستاذ فيصل هل هناك ما يمنع الحوثي من أن يعلن أنه هو من قام بهذه العملية في حال تم التأكيد تماما بأن الحوثيون مسؤولون عن هذا الهجوم الإرهابي في العادة الحوثيون بالفعل يقومون بالإعلان عن الاستهدافات التي يقومون بها يبدو لي أن تواجد طواقم للصليب الأحبر وبعض المنظمات الدولية وجرح على الأقل ثلاثة من حتى هذه اللحظة التي كشفت فيها الأسماء من هذه المنظمات الدولية وأيضا ردة الفعل العربية وتوالي ردود الفعل العالمية وآخرها الاتحاد الأوروبي وروسيا وفرنسا ربما جعل بعض المحسوبين على ميليشيا الحوثي أن تحاولن في هذا الفعل خصوصا وكما تعلم هي حقيقة لا تحتاج ميليشيا الحوثي إلى مبررات لهذه الاستهدافات لأنها تستهدف في الأساس المواطنين بشكل يومي المساجد المدارس اقتحام المنازل لقتل النساء يعني تقوم بكل ما يمكن عمله من الأعمال الإرهابية وبالتالي لا أعتقد أنه يضيرها أن تعلن أنها هي المسؤولة فقط أنا أعتقد أن ردة الفعل الدولية وسعي الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيفها في خانة المنظمات الإرهابية وقد توفرت حقيقة وفقا للمادة 119 من قانون الهجرة الأمريكي كافة الظروف المؤكدة على كنون ميليشيا الحوثي ميليشيا إرهابية وبالتالي أنا أعتقد أن تواجد كما ذكرنا بعض المنظمات الدولية داخل أو في مطار عدن وكذلك كثير من الإعلاميين الذين سقطوا وردت فعل المجتمع الدولي ربما هو الذي جعل الحوثي يتريث على الأقل في هذا الإعلان وإلا ما معنى أن تقوم الميليشيا في الأساس باستهداف عدة مطارات استادفت سبقا أن استادفت مطار أبهى ومطار جيزان في المملكة العربية السعودية وكثير من حقيقة الأعيان المدنية مثل السفن التجارية وكذلك السفن النفط وبالتالي أنا أعتقد أن ميليشيا الحوثي لا تتورع مطلقا عن مثل هذه الأمان طيب هل التعنت الحوثي وراء فكرة أن هذه الحكومة لن تباشر بمهامها من عدن هل هي هذه الرسالة الوحيدة التي تحاول الميليشيات إصالها للحكومة هذا سؤال حقيقة سؤال ذكي اسمح لي أن أقول لك المسألة ربما فيها توجيه عدة رسائل ربما المعنى الأهم الذي سبق وأن أشرت إليه وهو موضوع أننا لا نزال مسيطرين على الجو بإمكاننا الإضرار بالحكومة في أي وقت مضى وبالتالي لا تزال الحكومة غير قادرة على الأقل عن حماية نفسها وبالتالي نحن سنظل من نستهدف الحكومة فإذا كانت الحكومة لا تستطيع حماية نفسها لن تستطيع أيضا حماية الشعب هذا ما يريدون إرسالة إضافة إلى أنه ربما تتعابد عدة قوى في الأساس لا تريد الاتفاق الرياض أن يمضي تشعر بأن مصالحها ستتضرر وهذه الأمور يجب حقيقة أن يتبقى التحقيق فيها وكشفها للرأي العام نحن نتحدث عن يوم أسود حقا في حياة اليمنين لكن ما يدعو حقا إلى الثبات هو موقف الحكومة الصلب قيام رئيس الوزراء بإلقاء كلمة واضحة المعالم بأنه لا يمكن أن تؤثر مثل هذه العمل على عمل الحكومة وأنها ستستمر بأداء مهامها وأكثر وأيضا زيارته للجرحة في مستشفيات عدن وتحركه وأيضا تحرك وزارة الخارجية وإصدارها للبيان ومخاطبة المجتمع الدولي بأن هذه أفعال إرهابية كل ذلك يؤكد أن الحكومة عازمة بالفعل على الاستمرار في أداء مهامها كما أن رئيس الجمهورية أكد اليوم على وجوب استمرار الحكومة في أداء مهامها كل المكونات السياسية التي كانت متشاكسة قبل الآن أصدرت بيانات تعاضد مع الحكومة وبأن لا يمكن مثل هذه الأعمال أن تثني الحكومة والشعب عن التعاضد من أجل استمرار حقيقة الخدمات ومحاولة إصلاح المنظومة الكهرباء وأيضا توحيد الجهات الأمنية وكذلك القوات المسلحة وتوجيه القوات إلى الجبهات بدلا من أن تتصارع فيما بينها أظن أن هذا الأمر هو الذي أصاب ميليشيا الحوثي في مقتل وبالتالي أردت أن تفض هذا العمل كله سيد نعم أستاذ فيصل تصريحات الرئيس بيان الخارجية أيضا الكلمة التي ظهر بها كما ذكرت رئيس الحكومة بالتأكيد كلها ترسل أفكار واضحة عن الموقف الواجب اتخاذه لكن بعيدا عن هذا الخطاب القوي وأنا أقول إنه قوي لا بد أن تكون هناك مجموعة من الإجراءات التي تطمئن الشعب وتطمئن العمل الحكومي في سبيل ممارسة كل المهام من عدن توفقنا الرأي أستاذ فيصل أتفق معك تماما أنا أعتقد أن هذه الحقيقة الانتهاكات الميليشياوية الحوثية واستهدافها للأعيان المدنية تقتضي بالضرورة إعادة التفاوض أولا مع التحالف العربي من أجل تعزيز منظومة الدفاع لكون التعالف العربي وتحدث المملكة العربية السعودية كما تعلم توفر منظومة باتريوت وبالتالي ربما الاعتقاد السائد بأن ميليشياوية الحوثية لن تستهدف العيان المدنية هذه قد سقطت وإلى الأبد وبالتالي حقيقة يحتاج المطار إلى تعزيز المنظومة بهذه الصواريخ الدقيقة وكذلك مقر الحكومة ونتحدث عن معاشق الأمر الآخر حقيقة زيارة أكرر زيارة رئيس الوزراء للجرحة في المستشفيات هذا يؤكد بأن الحكومة بالفعل ستقوم بأعمال فضلا عن وجود التصريحات لأنه ليس فقط تعضد الأقوال فقط يجب أن يدت ذلك أعمال الأمر الأهم من كل ذلك هو السير حثيثا في سبيل استكمال التنفيذ التدابير الأمنية وتوحيد الأياد وتوحيد الأجهزة الأمنية وجعلها تأتمر بأمر وزير الخارجية فقط دون تشعب الولاءات وكذلك توحيد القوات المسلحة ودمجها تحت راية وزارة الدفاع هنا أنا أعتقد أن الحكومة ستتفرغ وستكون هناك عدة مهام المهام المدنية الخدماتية ما يتعلق بإعادة الخدمات وتطبيع الحياة وجوانب القضاء وكل هذه الأمور أعتقد أن الحكومة المدنية التي تستقم بها الجوانب الأمنية ستكفل بها وزارة الداخلية ما يتعلق بالمنظومة العسكرية وتفعيل الجبهات وهي الأهم برأيي في هذه المرحلة إضافة إلى ما ذكرنا ستتكفل بها القوات المسلحة وبالتالي هذا الأمر هو الذي يزعج ميليشيا الحوثي والقواء التي ربما ترى أنها صالحة مهددة هذا الأمر هو الذي يجعل الميليشيا الحوثي في حالة ارتباك كبير وبالتالي هي على استعداد الابتكاب كل الجرائم في سبيل أن يتم حقيقة عمل مثل هذا الأمر والتقدم بشأنه نحن رأينا في الأيام القليلة الماضية أن هناك تعافي كبير للريال أمام الدولار والعملات الأخرى وبالتالي هذا التعافي ربما صدم ميليشيا الحوثي يكاد الريال اليمن يعود إلى ما كانت عليه حالته قبل الأزمة الأخيرة المفتعلة إذن نحن بالفعل أمام مفترق طرق نحن أمام تأريخ يؤكد بأن الحكومة ستكون صامدة ولن تقبل مثل هذه الابتزازات مطلقا وبالتالي أستاذ فيصل كيف كل هذه التطورات سوف تنعكس على تنفيذ مسار اتفاق الرياض هل الحكومة اليوم قادرة بالفعل على ممارسة مهامها من عدن في ظل كل هذه الرسائل التي تحاول ميليشيا الحوثي أن ترسلها ليس فقط للحكومة إنما أيضا للمواطن اليمني وإيضا لحلفائها في المنطقة وأيضا للمجتمع الدولي نحن نعتقد أن ميليشيا الحوثي لم تعد تمسك بالملف العسكري يعني بطريقة مباشرة وإنما هناك حاكم عسكري الآن حسن إيرلو الذي يتلفع دعني أقول بقفازات السفير وهو في الأساس كما تعلم والتقارير تحدثت بذلك بأنه قائد ميليشاوي تابع لفيلق القدس والحرس التوري الإيراني إذن نحن حقيقة أمام قيادة مباشرة للعملية العسكرية من قبل إيران وبالتالي الحكومة أرسلت موقفا صلبا وواضحا بأنها لن تتزحزح وبأنها ستقوم بكل ما يتعلق بالإجراءات التي ستؤدي لحماية الناس قبل أن تحمي نفسها أنا أقول لك بأن الرسالة الواضحة للشعب اليمني من خلال صمود الحكومة واستمرارها بمزاولات مهامها والرسائل التي وصلت من رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الحكومة والخارجي اليمنية مؤكدة في هذا الطريق بأنه لا يمكن أن تتزحزح الحكومة وستبدأ بممارسة إجرائها ثم أن هناك حقيقة تفاعل يبدو لدولي وهناك العديد من السفارات الدولية صرحت في الأيام القليل الماضية بأنها ستعود إلى مدينة عدن وأنا أعتقد بأنها في طريقها لذلك وهو ما أسقط كما قلنا في أيدي الحوثين وبالتالي يريدون إرسال رسائل بأن هذا الأمر لا يمكن تطبيقهم لأن تعلم ميليشيا الحوثي بأن الاستقرار الحكومة في مدينة عدن وإعادة توفير الحياة فيها وتطبيع الخدمات ومن ثم جعل المدن المحررة يعني تعطي رسالة بأن هناك تنمية وإعادة إعمار هذا الأمر سيسقط أيضا في يد الميليشيا الحوثي وسيجعل الشعب ينظر بالنظرة التفاؤلية لما يحصل في المناطق المحررة وبالتالي تعتقد ميليشيا الحوثي بأن الشعب اليمني قد يسقطها وقد تتهاتر ميليشيا الحوثي من داخلها لأن كثير من الناس بكل تأكيد يرون في هذا النموذج الذي سيتم تحت قيادة الحكومة نموذج احتذا به نعم إذن من القاهرة وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي شكرا جزيلا لك وكان الله في عونكم هناك خطوات للنجاح خطوات للعمل خطوات للحوار خطوات لكل شيء وهنا تبدو الأمور مختلفة حيث تتأثر حياة الناس ونحن نسأل ونناطش لا نتقيد بالخطوات خارطتنا هي المعلومة وهدفنا هو ذلك الحدث سجل الحدث مع محمد أبو بيد يوميا الثانية عشرة على شاشة الحدث البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هناك أيًا كان الحدث أينما كان وقت ما كان كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بس إخباري متصر لأربع وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث الأخبار من الحدث الحكومة اليمنية تحمل الحوثيين مسؤولية الهجوم على مطار عدن وسط إدنات عربية ودولية للعمل الإرهابي القيادة المركزية الوسطى طولين وعالث مهمة لقاذفات بي 52 وتؤكد أنها رسالة لكل من يهدد أمريكا ومصالحها جوتيريش يدعو مجلس سلام لتشكيل لجنة مراقبين دوليين من مدنيين وعسكريين متقاعدين لدعم الهدنة في ليبيا أهلا بكم زارة رئيس الحكومة معين عبد الملك جرح الهجوم الإرهابي زارة رئيس الحكومة معه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحملت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها الميليشيات الحوثية مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي أود بحياة 25 شخصا وإصابة أكثر من 100 في مطار عدن الدولي الخارجية اليمنية قالت بأن الدلائل تشير إلى أن الميليشيات الحوثية هي الجهة التي استهدفت حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولها إلى مطار عدن الدولي وأن الحوثيون استهدفوا المطار بأربعة صواريخ باليستية كما أشار البيان إلى أن تقنيات الاستهداف تتشابه مع ذات التقنيات التي استخدمها الحوثيون في جرائم سابقة هذا وقالت الوزارة على أن الميليشيات الحوثية استهدفت مقر الحكومة في قصر المعاشيق عبر الطائرات المسيرة ضعف إلى أن الميليشيات الحوثية هي المستفيدة الأكبر من مثل هذه العملية لكن التاريخ الإرهابي للحركة الحوثية هي الجماعة الوحيدة التي قيلت الفترة الماضية استمرأت ضرب المنشآت المدنية سواء في مارب في تعز في أبضالع في أكثر من منطقة التاريخ الإرهابي للحركة هو ما جعل الجميع وجع أصابع الاتهام لهذه الحركات الآن معظم الدلائل المتوفرة لدينا نتيجة التحقيقات الأولية أيضا تؤكد ما ذهبت الاتهامات إليه من اتجاه الحركة الحوثية وهناك معلومات قد لا يحقني الآن أن أكشف عنها تشير بوبوح وتؤكد هذه الفرضية أن ميليشيات الحوثية هي من تقف وراء هذا الهجوم أصيبة المتحدثة باسم الصليب الأحمر في اليمن يارى خواجة جراء انفجار مطار عدن حيث تصادف وجودها أثناء استعدادها لمغادرة البلاد وقال الصليب الأحمر في اليمن إن اثنين من أعضائها قتلا في التفجير بمطار عدن فيما لا يزال مصير آخر مجهولا وتصادف وجود فريق من الصليب الأحمر في المطار مع مدنيين آخرين أثناء عبورهم توالت الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار مدينة عدن اليمنية تزامنا مع وصول الطائرة التي تحمل أعضاء الحكومة الجديدة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث أدان بشدة الهجوم وأكد على أن هذا العمل العنيف وغير المقبول يذكر بأهمية عودة اليمن بشكل عاجل لطريق السلام وأدانة السفر الأمريكية في اليمن بشدة الهجوم مشيرة إلى أن واشنطن تدعم الحكومة اليمنية الجديدة وتقف مع الشعب اليمني في سعيه من أجل السلام الخارجية الروسية قالت بأن موسكو تدين بشدة الهجوم على مطار عدن وتدعو إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة بدورها أدانت وزارة الخارجية الفرنسية لاعتداء على مطار عدن مؤكدة دعمها للحكومة اليمنية الجديدة الاتحاد الأوروبي وصف في بيان له استهداف المطار بالعنف غير المقبول والذي يأتي في لحظة حاسمة من تطبيق اتفاق الرياض نحو حل سياسي شامل أما المملكة العربية السعودية فأدانت بأشد وأقصى العبارات العمل الإرهابي في عدن وصفة نياه بالجبان وضفت السعودية أن العمل الغادر الذي تقف خلفه من أسمتهم بقوى الشر ليس مواجهة ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب بل للشعب اليمني بكامل أعطيافه ومكوناته السياسية استهداف الإرهاب الجبان يشدد من عزم اليمنيون وعزم الحكومة اليمنية وعزم التحالف الكاته الملكة العربية السعودية على دعم الشرعية وعلى دعم الشعب اليمني ليستعيد دولته ويستعيد مؤسساته ويقدم حكومة بلاده الخدمات لشعبها لتحقيق الأمن والاستقار والسلام للشعب اليمني ستوحد اليمنيين وتعيد لحمتهم وتوحد صفهم بشكل أقوى من السابق هناك مصفوفة من الأعمال يتم العمل على وضع جداول لها وآليات تنفيذ وكذلك طريقة تنفيذ سواء من ناحة التزامن أو من ناحة التكامل مستمرين في دعم الحكومة اليمنية سواء قبل قيام الإشارة الحوثية لإحتلال عاصمة صنعة أو بعد احتلالها أو في الوقت الراهن أو حتى في المستقبل أفادت مصادر خاصة للحدث بأن البنتاجون قرر توفير غطاء جوية على مدار اليوم في سماء العراق ومنطقة الخليج للحماية من أي محاولة اعتداء من ميليشيات إيران يمكن أن تهدد سلامة المصالح الأمريكية وأشارت المصادر إلى أن القيادة الوسطى الأمريكية أجرت خلال الساعة الماضية عملية تقييم ومراجعة للمخاطر في مديق هرموز وباب المندب عقب الهجوم الحوثي على مطار عدن وبينت المصادر للحدث بين القوات الأمريكية في العراق أعلنت رفع جهزيتها للرد على أي هجوم وأنها ستقدم المزيد من الأليات والعتاد والأسلحة المتطورة لقوات النخبة العراقية اشتركوا في القناة نشر ناشطون مقاطع فيديو لعراقيين غاضبين أحرقوا صور قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب قائد قوات الحجر الشعبي أبو مهدي المهندس علقتها ميليشيات في شوارع مدينة الموصل خلال الأيام القليلة الماضية ما اعتبره الأهل استفزازا لهم وأفاد مصدر نامني في خيادة شرطة نينوة بأن ميليشيات الحجر الشعبي شنت حملة مداهمة وتفتيش في عموم مناطق الموصل بحثا عن مجهولين أحرقوا الصور وأسفرت هذه المداهمات بحسب المصدر عن اعتقال الثلاثة أشخاص في منطقة الإصلاح الزراعي أظهرت مقاطع فيديو قيام عدد من الشبان في قطاع غزة بالتعبير عن رفضهم لما قامت به حركة حماس ومزقوا صورة قاسم سليماني والتي كانت حركة حماس قد رفعتها لقائد ميليشيا فيلق القدس أحدها في ساحة عامة بشارع الرشيد بغزة أين أصور يا شيخ؟ بحثيك إياه السريع السريع الله ينصرك يا شيخ قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا سافني وليامز أن العد العكسي للانتخابات بدأ في الواحد والعشرين من ديسمبر مع خطة زمنية واضحة بحسب خارطة الطريق التي اعتمدت في تونس قاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم لتنفيذ انتخابات عامة جرت توافق على موعدها وسبول الخروج من الانسداد الحالي بعد الفشل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تصدر أجندة الجلسة الافتراضية للحوار السياسي الليبي حكومة صعبة تشكيلها في الوضع الحالي الاستحقاق الوحيد الذي يجب أن يحافظ عليه الليبيين وهو الانتخابات في ديسمبر القادم وفيما تسعى بعثة الأمم المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق للانتخابات يخشى الليبيون أن تخفك اللجنة القانونية في تقديم مقترحات مكبولة بشأن القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات مثلما فشل أعضاء لجنة الحوار السياسي في تشكيل حكومة وحدة لجنتا شؤون العسكرية والاقتصادية حققتا بعض التقدم من اتفاك لوقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط إلى توحيد الميزانية وسعر صرف الدنار بيد أن التحركات العسكرية التركية خلال الأيام الماضية عكست في رأي ناشطين من غرب ليبيا إصرار حكومة أردوغان على عرقلة تنفيذ بقية بنود التهدئة الهشة ومن أبرزها خروج القوات الأجنبية والمرتزقة حركات تركية تعطى الحوار وتحاول إجهادها لأنهم يريدون استمرار المنظومة التي تم توقيع معها على اتفاقات لأنهم ليش في صالحهم استقرار السياسي في ليبيا تدخل العسكري التركي بهذا الشكل يعرقل الجهود الأممية لإنهاء الانقسام المؤسس والمناطق في ليبيا وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تنتقل إليها السلطة من حكومتين متنفستين تركيا استدعت ممثلين عن ميليشيات الوفاق لاجتماع في اسطنبول وأرسلت المزيد من شحنات الأسلحة والذخيرة خلال الأيام الماضية إلى ليبيا وأشار التقارير لنقل أنظمة صواريخ ومراكبة جوية ومعدات حربية متطورة لقاعدة الوطية حيث يجري تجهيز وتحصين غرفة عمليات رئيسية ويسود قلق من تصعيد عسكري تركي غير مسبوك خلال العام الجديد لزيادة رقعة الانتشار العسكري والنفوذ التركي في ليبيا خليل ورد جدود الحدث تونس إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة